ناردة 17 رمضان خلاص بقينا ماشيين في العد التنزولي لهذه الأيام المباركة من الشهر الكريم أيام بتجري بسرعة وكلنا عارفين أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عدق من النار إحنا دلوقتي في أيام المغفرة فيريد كلنا نسارع من أجل هذه المغفرة ربنا يجعلنا نصيب من مغفرته سبحانه وتعالى ربنا يتقبل منا الصيام والدعوات ويديم علينا جميعا هذه الأيام المباركة بكل الخير يعني أول مرة فعلا أعرف معنا كلمة أياما معدودات حقيقي إحنا خلاص يعني فعلا 17 رمضان مين كان يصدق كنا لسه من يومين بنتكلم أنه إحنا دخلين على الشهر الكريم إحنا دلوقتي بنتكلم أنه إحنا خلاص بنخلص الشهر الكريم يعني فعلا أيام الجميلة دي بدي بقى متدايقين قوي وهي بتخلص لأنه إحنا بنستناها من السنة للسنة في الأيام دي إحنا لازم كلنا نتصابق في أعمال الخير والتوبة وعارف يا مصطفى إحنا بقينا نشوف كتير قوي من الشباب في مصر بيعملوا أعمال خير كتير قوي الوجبات اللي بيوصلوها لكل أنحاء الجمهورية بنشوف كمان فيه تصارع كده مؤخرا أنا يمكن مع وجود السوشيال ميديا والناس بقت بتوصق ساعات كتير الحاجات دي بقينا نشوف ناس كتيرة بتعمل أعمال خير مهم كمان في الأيام دي نحن هتواجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وبالطعاط وبالعبادات علشان نكون من عطقاء هذا الشهر الكريم يمكن ده اللي كلنا أكيد عايزين ده حقيقي جدا علينا كلنا أن نغتنم هذه الفرصة ما حدش عارف رمضان ده الأخير في حياتنا ولا لسه فيه يعني أشهر كريمة حتكون في حياتنا بعد كده علينا أيضا أن نغتنم الأيام المتبقية من هذا الشهر الكريم ما حدش عارف برضو اللي يعني ما كانش بيصلي غير الصلوات اللي هي الفروض ينزل يصلي في الجامعة الترويح اللي ما كانش بيصلي غير الترويح يروح يصلي التهجد علينا أيضا أن نكثر من كل الأعمال الصالحة اللي ما طلعش يا جماعة زكاة الفطر يطلعها من بدري وإحنا بنقول ليه يطلعها من بدري علشان الفقير اللي عنده يعني إيه نوع من أنواع عزة النفس يلحق يشتري هدوم العيد يلحق يفرح بهذه الأيام في ناس كتير قبل صلاة العيد مباشرة بتطلع زكاة الفطر صحيح وهي يعني هي تجوز يعني وإن اللي عمله صح يعني قبل صلاة العيد بدقائق أنا طلعتها أنا عملت كده السواب لكن على صعيد الاستفادة هل أنت أفدت اللي محتاج فعلا صلاة العيد لا ده السؤال اللي لازم تسأله النفس يعني كمان عايزة أقول كل ست وقفت في الشهر الكريم ده طبخت واخدت بالها من بيتها طبعا وعيالها وشغلها يعني أنت بطلة فعلا لأن أنا أول سنة سنة أجرب الإحساس ده ولسه فاضل أيام جاية ولسه فاضل أكيد الكام يوم اللي جايين عايزين نشد فيهم أكتر ونعمل فيهم أعمال خير أكتر وأكتر وزي ما أنت قلت يا مصطفى اللي لسه مطلعش الزكاة يبتدي يطلعها من بدري عشان فعلا اللي عايز يجيب يعني لبس العيد لأولاده أو غيره أو غيره ونفرح بي غيرنا ربنا يتقبل منا يا رب جميعا صالح الأعمال الصيام والصلاة وكل أعمال الخير في هذا الشهر الكريم ويعني خلاص بقى فاضل كام يوم كده يعني النهاردة بنقول فاضل مثلا حوالي 13 يوم لكن أنا عارفة أن دول كمان هيمروا بسرعة جدا جدا بسد يعني ربنا يا رب يجعلنا من عطقاء هذا الشهر الكريم مرة تانية بنصبح لحضراتكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر